الشيخ وجد غنيم والعسكر برنامج أسبوعي يأتيكم كل جمعة على قناة العالم الأسود للعسكر فتابعونا مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في برنامجكم الشيخ وجد غنيم والعسكر في هذه الحلقة نتناول حكم الشريعة الإسلامية والشرع الشريف في من يتآمر على شرعية الرئيس مرسي حكم من يذهب للأمريكان أو ما يسمونه بالمجتمع الدولي يتطفق ويضع معهم الخطط والمؤامرات كيف نغدع ونضلل المسلمين في مصر ونقول لهم أن شرعيات الرئيس انتهب بمدته أو أي شيء وأن تعالوا نعمل توافق ولا تنافق كما يقول فضلت الشيخ وجد غنيم بحيث أن المصارى هم الذين يحددون من هو رئيس مصر تحت مسمى التوافق حول هذا الموضوع نعنى فضيلة الشيخ وجد غنيم أهلا بك فضلت الشيخ أهلا بيك حياك الله يا ألف ورحمة فضلت الشيخ وجد غنيم يعني حكم الشريعة الإسلامية في من يرسمون الخطط على الشعب المصر المسلم يقصدون تضليله الشرعية انتهت يا جماعة مرسي والدنب دهي ما تسيب كواه من مرسي وخلاص يعني ويتعالوا نمسك فيه رئيس علماني ترتضيه أمريكا وإسرائيل والنصارى والعلمانين ونسميه رئيس التوافقي إيه رأي حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أهلا ومرحبا بإخوان المشاهدين أخوات المشاهدات عبر هذه القناة الرائعة أسأل الله عز وجل أن يجزي كل خير الأخ الحبيب الأخ صابر على هذه الموضوعات الحية بالإمكانيات البسيطة وحزبنا الله ونعم الوكيل في اللي معاهم إمكانيات أكتر وهم متخادلون مصبتون للناس أخويا صابر ربنا عزك بداية أنا رجل صريح وبتكلم بالوضوح يعني من يقول أي شيء عن الأخ مرسي ومن هو الشرعية أو شرعية انتهت أو مش عارف فيه يطلع بره زي ما أنت قلت ويخش جوه يعمل الكلام ده فهو خائن 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 للأخ مرسي خائن للشعب المصري المسلم اللي اختار الأخ مرسي بيقفز على دماء وأشلاء واللي مسجونين واللي معاقين عشان يوصل لمصلحة شخصية الله أعلم أنا مليش داع ابنيته لكن أنا بقولك حكمه ده خيانة مش وجهة نظر لا ما فيش وجهة نظر دي واحدة خلاف الرأي ولا رأي رأي ده الرأي واحد زائد واحد سوى اثنين هتعتمد إذا بتوع انقلاب المجرم الخاين الخسيسي بقولك ثاورة ثاورة الخسيسي كان عامل ثاورة ولا انقلاب انقلاب عسكري صريح ده اسمه ثاورة يا سيدي اسمها ثاورة 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 ثلاثين سونية والكلام ده يعني نكلم بوضوح الشعب المصري المسلم اختار الأخ مرسي حد بيشك في دي نعم والقضاء طلعهم وقالوا انه هو الحاكم وهو اللي الناس اختارته نعم نسبة كذا نسبة كذا مناش دعوة نعم الديمقراطية بتاعتهم بتاعتهم بتقول ان لو فيه واحد بس زايد خلاص اه لو واحد بس يبقى الكلام مزبوط طيب الناس طلعت واختارت الأخ مرسي اختارته ليه انا واحد من الناس لو كان ليا صوت طبعا منزلتش مصر بقالي 16 سنة لو كان ليا صوت كنت حنزل اختار مرسي ونزلت بيان قلت اختاره الرئيس مرسي لان كان البديل مهمين شفية العلماني شفية شفية علماني وراجل واضح جدا بيقولك هحط ايات من الانجيل بتاعتهم في الملاهج الدراسية وحاعمل مش عارف ايه وانيل ايه ومش هحكم بالشريعة ولا لا كان موضح جدا جدا طيب احنا اختارنا الأخ مرسي الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة اذ قال ربك للملائكة اني جعلهم في الارض خليفة ايه الخليفة يعني ايه خليفة يعني ايه كلمة خليفة لما الحط جنبها تاني السورة الاقصاد يا داودو ان جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يعني ايه خليفة الله عز وجل خلقنا وهو الخالق لكل شيء قال في سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيف وخلقنا ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد سورة قاف طب الله الخالق وضع لنا شرع فيه شرع شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا بيه ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه دي سورة الشورى سورة الجاثية ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين الشريعة اللي ربنا حطها دي هتحكم ازاي زي بعض الكفر ايام عبد الناصر يقول لك ايه اللي بقول لك ان الحكم لله يعني هو ربنا حينزل يحكمنا لا يمجرم لا يمجرم مش ربنا اللي بينزل يحكمنا ربنا لما حط الشرع والدين قال في خليفة يحكم بشرع سورة المائدة وانحكم بينهم يلي حتتولى امرهم وتحكمهم بما انزل الله في سورة المائدة بقى الاتنين وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم وانحكم بينهم بما انزل الله واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله الي الى اخر الايات خلينا اضرب لك مثلا بسيط كده على حضرتك يعني لو انا راجل صاحب مشروع وعمل سوبر ماركت كبير باسمي مثلا يعني وجيت قلت لك يا اخ صابر تعالى اشتغل عندي نعم بس انا مسافر وانت خليفتي في السوبر ماركت انت الخليفة بتاعتي نعم انت الخليفة بتاعي انا يعني يعني خش بقى ايو 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 بس ومشيت انا سافرت بقى مثلا او مد وجم عيالي من بعدية مثلا يعني وقالوا لك يا اخ صابر انت الايه الخليفة انت المسؤول اه اه ايه معنى انك انت خليفتي تخلفني تخلفني يعني ايه يعني قاعد في السوبر ماركت انا قلت دي تتبع بعشرة انت تغيرها مش من حقك صح كده صح لانك انت ايه خليفة انت بتتبعني انا اللي بشغلك انت تحت امريتي تحت سلطاني وإلا اكرشك ايو اه فانا بقولك تبيع دي بعشرة وبيع دي بخمسة هل معنى انك انت دخلت وعطتك مفاتيح السوبر ماركت وسبتك انك انت تخش تغير لا 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 بوعشرة دينا حبيعه بخمسة وده حبيعه ببلاش وده حبيعه بكذا يبقى انت عملت ايه هنا انت خائن يبقى انت هنا ايه انت خنت امانة الله يا اينا دينا من لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون سورة الانفال يعني من يسعى لي التصرف مع العسكر بما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى وما يخالف ما جاء في القرآن وهو يعلم ما جاء في القرآن فهو خائن خائن ومشترك معهم في الاثم ليه لان الاخ مرسي لما احنا اخترنا قال ايه انتوا مختاريني اه انا سأطبق الشريعة الاسلامية وسأحاول ان اعيد الخلافة الاسلامية عشان كده الخسيسي لما قلب عليه قال ايه من ضمن ازباب انقلابه مرسي كان يريد اعادة الخلافة الاسلامية كان يريد اعادة الامبراطورية الاسلامية ومصرع الماني يا دكتور بعض المتآمرين يعني ظهروا في التلفزيونات وقالوا صراحة بالصوت والصورة هذه صورة ليست اسلامية ولا لبرالية وليس لها اجولي ما ليه ملوخية دي واحدهم كتب مقالا ايها الطيار الاسلامي ايها الطيار الابرالية ايها الطيار الراك الشيوعي انسوا قبائلكم ويعني اذا كان الاسلام جامع فالمصرية هي الجامعة هذا المجرم الخائن نقول له الثورة دي مش قامت يوم خمسة وعشرين يناير طب يوم تمانية وعشرين يناير كان يوم الجمعة اسمها جمعة جمعة الغضب اللي طلعت فيها جمهورية مصر وكلها من المساجد واللي البرادع راح المسجد عشان يطلع من هناك عشان يقولي ايه انا اه مش دي صورة اسلامية يعني هيا صورة اسلامي البداية نعم هي من البداية مكنتش اسلامية يعني اللي بدأوها ما بدأوها كنا مشتركين معهم زي ما يقولوا الاخوان يعني واللي خرجوا كانوا مسلمين ما كانوش كفقل ايوه ما كانوش كفقل واللي بقى انت باتكفر الشعب بقى مش عنا باتكفرهم طيب يبقى طلعهم في خمسة وعشرين يعني من يقول ان هذه ثورة ليست اسلامية اذا معناه هذا المكفر الشعب بص خلينا نجريهم شاية خلاص يا سيدي انت بدأت بحاجة مش اسلامية احنا قلبناها اسلامي والناس طلعتهم والجمعة والشعب اختار والدين والكلام اللي طلع والشعرات والكلام ده كله خلاص وطلعنا بالثورة قلنا عايزين نختار واحد يحكمنا اترشح الاخ مرسي وترشح العلمانين والابراليين وترشح الاخ حازم يا رب يا الله فك حبسه يبركله وزحلق وقالوا ده لا ايه المهم طلع مرسي والناس اختارته خلاص على كده طيب لما احنا اختارناه والقضاء طلع قال ايوا هو ده الرئيس المنتخب وحكمنا لمدة سنة الرئيس مرسي حكمنا لمدة سنة لما تقلب علي الخسيسي هنا حديث الصيح مسلم بقى حديث الصيح مسلم انا عايز بقى المشايخ والعلماء يقولون بقى ايه الحديث ده بقى حديث يا سيدي قال صلى الله عليه وسلم حديث صيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من بايع اماما ونحن قلنا احنا بقى ايه المرسو عايزين فاعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده خلاص انا موافع الرجل ده فليطعه ان استطاع فليطعه ان استطاع فان جاء اخر ينازعه فاقتلوا الاخر صحيح مسلم تاني من بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ان استطاع فان جاء اخر ينازعه فاقتلوا الاخر واضح الكلام ده على الفرد ان الاخر ده عاوز الحكم النفس مش اللي يوده النصارة كمان والله بقى النفس للنصارة انا ما ليش دعوة ايوه انا الحديث بيقول ان احنا بيعنا ده لاخ مرس واحد تاني جاي علشان ينازعه اقتلوا الاخر ده الحديث ولو كان ده بالنسبة للخلافة لو الخلافة بقى الحديث تاني بصريح مسلم ده الخلافة الاسلامية بقى اذا بيع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما فاقتلوا الاخر منهما المجرمون الخونا يا خونا يا كدبين اللي يقولك لا ده مرسي ده السيسي حاكم متغلب مين اللي حكمه ومين اللي اختاره عشان يبقى حاكم متغلب مثلا يعني وحنفطرد انه متغلب هو مش عارف عن فكرة ما يحبش اللفظ ده عليه يعني انه اتحدى واحد من اللي بيقولك السيسي حاكم متغلب يروح يقوله يا سيسي انت متغلب حيديله بالجزمة انما بنقول حتى حتى لو كان حاكم خلاص خلاص متغلب طبق الشرع طبق الاسلام لا يبقى نخرج عليه يبقى الحديث الصريح البخاري عن عبادة بن الصامد فانا المهم عايز اوصل لحاجة ان الاخ مرسي دلوقت انتخم وحاكم لمدة سنة كان مدته كام؟ اربع سنين جاء المجرم الخصيسي الخاين وقلب عليه قلب عليه بانقلاب عسكري انقلاب عسكري مش بقى ثورة ثورة لا انقلاب هو فيه جيش بيعمل ثورة لا ليش يعني بالعقل فيه جيش يعمل ثورة غمرات الموت طيب عمل انقلاب عمل انقلاب فين الاخ مرسي؟ في السجن طيب وعده الثلاث سنين بتوعه في ثلاثين يوني اللي جاي حيبت ايه؟ الثلاث سنين بتوعه خلاص سنة قدها وفيه ثلاث سنين هل معنى كده ان الاخ مرسي انتهت مدته؟ انه خلاص دلوقت الاربع سنين بتوعه خبزه يا كداب يا كداب يا منافق انت لما تروح تحجز تذكر التيران يا اخ صار اي انت عايز تركب من ايه؟ عايز تركب من اسطنبول لقطر طيب جميل على رحلة التيران الرحلة تطلع الساعة كام؟ عشرة عشرة تمام؟ ورحت انت لنطار الساعة عشرة قلت بساعة ترتيران لا والله ما عليش الطيارة اتأخرت يعني هتطلع بدل عشرة هتطلع الساعة اربعة تمام كده؟ خلاص تسكرتك خلاص تسكرتك خلاص روح يا اخي صبر مع الله اصلا انت كدت حتركب الساعة عشرة وهي طلع الساعة اربعة فاتوكل عنها ايه ده؟ ما راح اتعنيت خلاص الفلوس اللي دفعها؟ خلاص عميش دفلوس عميب خلاص عايزت فلوس اروح بقى شو بقى زتان تحجز تاني ولا في مكان لان انت كنت تطلع عشرة بس ايه طلعت اربعة يعني انا مخدتش حقي طب يا دكتور حضرتك يعني من يجلس يقول لك والله يا مرسي هذا غير مرضو امريكا رفضاه اسرائيل رفضاه عملاء الصهينة في المنطقة رفضينه فبالتالي احنا مفروض بنجلس مع الامريكان بنجلس مع ارامل امريكا في المنطقة ونتفق على رئيس ترضى عنه امريكا وكذا وين برئيس توفقي المجتمع الدولي يرضى يا دكتور انت مين الاول اللي بتعمل كده؟ ومين فوضك تعمل كده؟ قمتك ايه انت؟ انت مين انت؟ ياللي تقول انا راح لامريكا ورايح لأوروبا والمجتمع الدول احنا نكلم باسم الشعب شعب مين؟ انت مين اللي اختارك عشان تتكلم باسمه؟ احنا اختارنا مرسي انت مين انت عشان تروح تتصرف انت باسمنا؟ مين فوضك تتصرف باسمنا؟ وتروح يا منافق انت تروح لي للكفار عشان تسترديهم؟ انت بتستهبل ولا بتستعبك؟ مش ربنا بصورة البقرة بيقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ وما احنا كنا طالعين بثورة ليه؟ ما طول عمر مصر تحت جزمة امريكا وتحت جزمة اوروبا طلعنا وانتفضنا وطلع الاخ مرسي الحمد لله وقال احنا مع غزة ولا بايك يا غزة واحنا مع سوريا واحنا 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 ده اوباما طلب يتكلمه مرضاش يتكلمه يبقى ديكت العزة بتاعت المسلم النهاردة انت عملت زلنا باسم مين انت عشان تتكلم؟ مين اللي فوضك تتكلم باسم مين؟ ومن قالك تروح عند امريكا ولا تروح عند اوروبا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ما هيجات له بتاعت المانيو وقالت له لو ما تعاينتش كذا وكذا بكلمني من السجن طب وهي يعني يا اخ صابر الاخ مرسي احنا اخترناه عشان يحكمنا ودي ارادتنا ما حكمش خلينا اتكلم بوضوحة دكتور حلق النصارى هو العلمانيين اللي ما بيسموا نفسهم لبراليين بيسموا نفسهم شيعيين بيسموا نفسهم مشترافيين ما كلهم من الا واحدين يقولون يا اخي والله الشعب المصري المسلم اللي هو الطيار المسلم اللي هو بيمثل خمسة سبعين في اليوم الشعب ده مش من حق هو اللي يحكم لوحد انما لابد ان الرئيس مصر يرضى عنه النصارى الموجودين والعلمانيين فلابد نجيب رئيس تنافقي توافقي تنافقي معلش ما انا بأتكلم به توافقي فالنصارى يقوله ايو احنا موفقين عليه العلماني يقوله موفقين عليه هل هذا يجوز شرعا ان النصارى والعلمانيين يشتركون في اختيار الحاكم المسلم لشعب مسلم خلينا نتكلم بالمنطق الواقع الصليبيون في مصر عددهم كم في المية عددهم كم كلهم كل بي كتير اوي 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 من لحة الشرعية من لحة الشرعية هل يجوز النصارى لا هذا يجوز طبعا يعني لما جيس يختاروا سيدنا الله ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا صورة النساء لكن انا خلينا اقول ان يلا عددكو خمسة مليون بالكتير واحنا خمسة وتمانين مليون انتو خمسة مليون واحنا خمسة وتمانين مليون انتو يا صليبة تقولوا انتخبوا السيسي ليعلوا الصليب فوق مصر انا بتكلم انت وضعك ايه كصليبي في البلد انت كصليبي اللي في البلد اعرف حجمك واعرف وضعك قبل ما تتكلم انا عارف حجي لا يا حبيبي ده الصليبيين بيقولوا ان مصر دي مسيحية ولازم احنا اللي نحكم وقالوا بالنص كده مرحبا بكم يا مسلمون يالي خمسة وتمانين مليون في مصر الصليبية في مصر الصليبية تيه ناس من المسلمين يقولون ماينفحش يبا مرسي رئيس لان النصر غير رضينا عنهم هلا وانا قاعد مستني بامريكا ترضى عني واوروبا ترضى عني والنصر يرضى عني والعلمانين يرضى عني هو ايه التهريك ده طب هاتلي واحد يرضى عنه كله مين ده الرسول لله صلى الله عليه وسلم الرسول الله ناس كفرت به وهما شايفينه سمعين كلامه وه tattoo ولا kto هالحدث في التاريخ الاسلامي يا دكتور ان النصرى واليهود يعني في حالتنا النصرى يعني هالحدث في التاريخ الاسلامي ان النصارى والعلمانين اللهم بالخامورجية والزناو والحشاشين والهم دول العلمانين يعنى ايه العلمانين يعني غير خامورجي وحششش ومستقدر في أي سفارة يعني هل حدث أن شاركوا في اختيار الحاكم المسلم إطلاقا إطلاقا أنت عايز طب استنى خلينا جاوبك أنت يا علماني يا صليبي عايز تشارك في الانتخابات اطلع وقل رأيك بس لما يبقى الأغلبية وفقت يبقى أنت حكمك تاني اطلع يا صليبي ويقول احنا نشرحنا لأخ مرس طلعت الكنيسة مختاروش مرس اختاروش فيه الكنيسة صخرت كل الناس يختاروش فيه والعلمانيين يختاروش فيه وإحنا اخترنا مرسي مين اللي نجح مرسي أنت يا صليبي أنت يا علماني ايه موقفك منه نعم ام اللي ايه بقى يعني نملكه ايه هو فيه في الشرع حاجة اسمها رئيس توفقي فيه حاجة قلنا لما نختار واحد يبقى هو ده اللي بيمثلنا كلنا خلينا أقول لك على حاجة ودي فرق كبير قوي بين الديمقراطية والشورى في الديمقراطية في معارضة اللي انت بتقول لها عليها بقى اللي هو مش موافق أنا مش موافق معارضة أنا حر ايه في ايه أنا مش موافق أنا معارضة لا في الإسلام في الشورى فيش حاجة اسمها معارضة ازاي لا في حاجة اسمها أكثرية الناس اختارت ايه وانا مغزع عيد لكم وانا بنشأ اصلي ارضاء الناس غاية لا تدرك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قوحه ديوم السبت 15 شوان سنة 3 هجرية عمل قبل ما يصلي الجمعة عمل اجتماع شورى ها يا اخوانا نطلع برة لأحد ولا نقعد هنا في المدينة المناورة ونحاربهم حرب عصابات الاجتماع كان ان احنا نطلع برة الإجماع طب ورأي النبي ايه ان احنا نقعد هنا نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه خلاص مدام الأكثرية ان احنا نطلع وطلع معاهم وحدث ما حدث لكن لو بأسلوبك انت بقى والله انتو بت ايه مش عايزين نطلع في جبل الأحد لأنا رأيي نقعد هنا انت عايزين تطلعوا اه طلعوا انت يلا طلعوا انت عشان بقى نشوف بقى شوف مش قلنالكم اه ونشمت فيكم ما احنا قلنالكم لو كنت تسمع لك مفيش كلام من ده الاكثرية بتقول ايه الاكثرية قالت نطلع يبقى نطلع فالاكثرية في مصر قالت حسب القضاء ما قال ان مرسي نجح النتيجة وطلعت انه نجح يا اخ صابت لو واحد مدي ايده بجيبك وسرق فلوسك يبقى ده اسمه ايه حرام لانه سرق ايه طب واللي سرق ارادتك لانه سرق ارادتك ارادتك اللي ربنا سبحانه وتعالى عطاها للكافر وقال له وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا انا بقول لك غزبا عنك تعال يا مسيحي هنا هتبقى مسلم اعطى على قابتك ايه ده ايه ده هم دان بالضبط العكس العسكر بيعملوه لا امارسي مش عايز انتو مش اخترتوا مارسي لا حطوا مارسي بالسجن اقبض على مارسي احنا اللي حنوحكم بالجزمة وحندي اللي مش عايز الكل طب فضلت الشيخ حات عشت في اليمن وبعدين امريكا وازنابها من الصهايينة في المنطقة اختاروا للشعب اليمني وقال له مختلنا لكم عبادة رب ومنصور هذا رأسكم وعليكم يلا ايه انت اقبالوا بيه وراحوا في الاستفتاء واهلوا بيه وزي الفن وقد عشت حلق سنوات في اليمن وخبرت الوضع هناك وانتهى الحكم الى الشيعة قلت له اكبر خاين اكبر خاين اللي انتو اخترتوا ده ومش ده كان مساعد وكان نائب لعلي صالح يعني قاعد طول عمرك بس توفق طول عمرك قاعد نائب لواحد مجرم خاين حتطلع انت يعني اللي ما شاء الله عليك مصيبتنا مصيبتنا يا شيخ صابر والله العظيم دي شعوب انا مش عارف اقولك ايه يعني يا ربي على اللي حصل في اليمن ده كله والشهداء بتشبابنا الحل واللي 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 شالوا صالح وجابوا النائب بتاعه طب ما لو ماتوا ولا جروا لها حاجة ما كان حيطلع النائب لا بص الخيبة التاني بقى مجلس النواب بقى حصانة لعلي صالح ولأولاده وفلوسه محدش يميد يده عليه اللي هو عمال يدربوهم بيها دلوقتي يموتهم بيها كلها ما اللي هو بيدي الفهم بتاع المخلوع صالح بيجيب فلوس من يمين تفضلت الشيخ واجد من يمين فلوس الشعب اليمن الغلبان انت كلك وتتفل في الموقف الساسية مع الشيخ المجاهد حزم صلاح واسماعيل طوحا لا يعني كنت بتتصله بالتليفون تتفل كتير الشيخ صلاح الله يبيرك له يا ربه يفك حبسه جالي في اليمن او يعني انا كنت دعيته انا استأذن حضرتك نخص الحلقة المقبلة لعلاقاتك بالشيخ حزم صلاح واسماعيل يعني ممكن تحت امرك هو جانب هستأذنك بقى عشان نخلي نخبلاش دي هستأذنك فقط نذهب لمقطع فيديو لالاسد المجاهد المسلم حزم صلاح واسماعيل وهو يتحدث فيه عن الرئيس التنافقي كما يسميه الشيخ وجد غنيم والعجيب اني اجد دائما الشيخ وجد غنيم والشيخ حزم صلاح واسماعيل على موقف الواحد في كل الامور سبحان الله انا مش عارف ليه في الحلقة الجاني عرف وقالت الشيخ وجد غنيم وهو يتحدث ان الرئيس التوافقي او التنافقي الذي تفرضه امريكا هو بالضرورة عميل يرضى عنه طالما الاعداء يريدونه فهو عميل وانه في هذه الحالة يكون اخدس من الرسول صلى الله عليه وسلم والعياد بالله لانه مفروض من اعداء الامة فلنشاهد الاسد اللي مجاهد حزم صلاح واسماعيل ثم نعود مرة بعد لكن الاكتر من كده انا عارف الام الشباب في الاسبوع الماضي من فكرة مرشح توافقي كل شوية طبعا حد بيتكلمني انا عايز اقول لكم حاجة البلاد العربية عملت لغاية دلوقتي اربع ثورات او ثورات في اربع بلاد مصر ليبيا تونس اليبيا صح سوريا ربنا يتمن بخير خلاص ما خلصوش لسه الثورات دي اتفرق كده على البلاد الاربعة تلاقي تونس بتقول رئيس توافقي اليمن رئيس توافقي مصر رئيس توافقي ليبيا بدأت فيها نبرد المجلس التوافقي الذي يحب الله يبقى اذا فكرة رئيس توافقي او مرشح توافقي مش فكرة نبت البيئة المصرية السياسية لا ده دي الخامير الاقليمية اللي عشان يبتلع بيها نتائج الثورات كلها دي الفكرة اللي ماشية ولذلك النتيجة ايه اديكوا شفتوا الرجل بتوع تونس بيشتم الاساس واجدي غنيم وبيترجع عن كلمة الشريعة او بيقول لا ما تطمنوا ما فيش شريعة ولا حاجة وفي اليمن ممنوع حد يرشح نفسه اصلا غير عبد الرب ومنصور هادي بس الله ينائز تقول ايه تقول صلى الله عليه وسلم وتجد سبحان الله استغفر الله العظيم والله وتجد حاجة الثقافة العالمية كلها اللي بيقوله ديمقراطية ولبرالية وثقافة عالمية وعولمة وووو كل الثقافة العالمية مرشح تنافسي بس عنده كنت لا لازم اتوافقي الله طب التنافسي طب امريكا فيه تنافسي بعد ايه نسيادتك وفرنسا فيها تنافسي وانجلترا فيها تنافسي اخرص يا ولد تنافسي ايه وبتاع ايه تفاكر نفسك بشر زي يوم توافقي يرضي الداخل ويرضي الخارج يرضي الخارج يرضي الخارج ده كده احنا ما نمضيناش خصوم بقى خلاص كل سنة طب الف ابروك مفيش انتب ترضي نفسك وترضي عدوك في نفس الوقت اتزايد شفتها دي ما عفش فاهمها عدى مشاهدينا مرة اخر طلت شيخ واجد غنيم يعني في الحلقة المقبلة صحاك ده المسألة تورد افكار ولا انتو كنت ايه علاقاتك ولكن يعني اسأل الله ان نفك حبسه كان ماشاء الله عليه صريح صريح جدا وده اللي انا بحبه واعداءه كانوا يحترموه خلي بالك لانه راجل واضح بقولهم لا انا ما بتجرش بديني انا لا انافق انا بتكلم واحد زائد واحد بتساوي اثنين واحد زائد واحد بتساوي اثنين علشان كنا لازم نوصف الالفاظ اللي موجودة دلوقتي يعني المجرم الخسيسي دي الله ينتقم منه يا رب الله ينتقم منه مع انقلابه على الشرعية مع انقلابه على الشرعية والزل اللي مبينه للشعب دلوقتي والناس تستاهل اكتر من كده مجالكم مرسي وكان عندكم مرسي اللي خلالكم المنجة المنجة كانت بخمسة جنيه النهاردة وصل اللمون باربعين جنيه ولسه في حداشر حداشر قرية بقالها شهرين مفيش مية ولسه ولسه عايش عربهم المجاري ما هو بص يا مولي ابو انتهى بوضوح العسكر ماينفعوش يحكمه احنا لو كنا قلنا الكلام ده ما كانش حد يصدقنا اللهم لك الحمد والشكر يا رب جال خسيس المجرم فضحهم وفضح العسكر وفضح نفسه وقال للكرة الارضية ان العسكر ما يعرفوش يحكمه العسكر له مناك عالجبهة ديك شايف في سنتين بوض البلد وبوض الدنيا كلها طب فضلت الشيخ له اذا الرئيس مرسي استشهد حتى احد عملاء المقابلات الأمريكية خرج على شاشة احدى القناوات وسمحته وقال والله اذا اعدامنا الرئيس مرسي الان نتعرف ان القارق اعدام الرئيس مرسي في يد امريكا فان الشباب المسلم سيحمل السلاح في مصر وهذه ستكون كارثة بالنسبة الامريكية فقال فليس وقته بالآن يعني هيعدموه ولكن بعد فترة يكون مزيد من التخازل من جانبنا فكلما تخزنا سيعدمونه في هذه الحالة اذا الرئيس مرسي استشهد على العسكر الصليل بعد خزلنا له كما وحدث الآن في هذه الحالة يعني ماذا سيحدث هنا ليست نظرية الرئيس التفق الأفضل لا 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 شب حمدتك طيب ايه لا يحصل لما الرئيس مرسي يستشهد يعني انت تقترح مين بديل محمد مرسي يا اخ صابر الله يا عزة الاخ مرسي الله يفك حبسه ده رمز رمز للإرادة المصرية ورمز للشعب المصري اللي أراد اللي أول مرة في عمره بينتشب رئيسه اللي طول حياته مفروض علينا العسكر المجرمين الخونا أول مرة في حياتنا ننتخب رئيسنا ويكون رئيس مسلم اتنين مش عسكري مش عسكري اذا ده الرمز بتاعنا الأخ مرسي استشهد خلاص استشهد أمريكا نحاته من البشر خلاصت المدة بتاعته كل اللي انت عايز تقوله يرجع ماذا سيحدث ترجع لينا إرادتنا في انتخلنا الشعب المصري المسلم اللي انتخب الرئيس ترجع لنا الإرادة بتاعتنا تاني عشان ننتخب اللي احنا عايزينه برضو ننتخب اللي احنا عايزينه مش اللي بيفرض علينا الموضوع مش موضوع الأربع سنين حيقضوه مرسي ولا حيموتوه ولا يععدم ولا زي ما انت بتقول لا 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 ذي إرادة إرادتنا طب يا دكتور ما القوى الوطنية تجتمع وتختار رئيس توفقي ترضى عنه النصار ترضى عنه أمريكا وخلاص احنا كمسلمين لا قيمة لأمريكا ولا قيمة للغرب عندنا في اختيارنا الشخصي يا أخ يعني انا حجن والله العظيم بالله عليك أمريكا اللي انت بتتكلم عنها دي وزير الدفاع الأمريكي يقدر يقلب على أوباما يقدر يقدر هات لأي دولة من الدول الأوروبية يقدر وزير الدفاع بتاعها يروح قلب على رئيس بتاعهم وهم وفقوا على كده واستقبلوا السيسي في مجلس في الأمم المختلفة دي الرمم المختلفة لأخو يعني إذن احنا كمسلمين كشعب مصري موجود في مصر يملك إيراته الحمد لله يملك إيراته احنا لما المنفقين يروحوا مع المنفقين بتاعهم المتخزين يروحوا مع المتخزين بتاعهم يا أخ صابر خلي عندك دم ده لو الرئيس مرسي بس قال طب أنا متنازل كل اللي احنا اللي طلع دي وكل الناس دي كلها عايزي إذا كان رئيسك تنازل وقال لا أخلاص وراح بقى لهم خلاص وقال لي حتة سكن فيها بقى واحد الراجل ثابت وصابر يا راجل جوا السجن يا راجل انت صابر جوا السجن ومتحمل كل ده وتيجي انت تخزله في الآخر خلي عندك دين يا أخي خلي عندك دم انصر الراجل اللي نصرنا واللي ثابت حتى الآن خلي عندك دين انصره وقف معاه ما فيش حل غير الآتي يا أخي صابر العسكر الخوانة العسكر الخوانة يتنهلوا على عينهم يبعدوا عن إرادتنا ويدونا مش يدونا احنا مش بيعطفوا علينا السلاح اللي معاهم ده بتاعنا من ضرائبنا احنا اللي نختار سواء اخترنا مرسي احنا ممكن نسقط مرسي نطلع كشعب مسلم ونقول مش احنا اللي اخترنا مش عايزين احنا اللي نقول احنا اللي نقول بالزبط كان وعلى فكرة صندوق الانتخابات عشان بقى ايه الجماعة اللي بقول لك اه مداما قلت صندوق الانتخابات يبقى انت كافر كفرت مرة الاسلام صندوق الانتخابات ايه صندوق الانتخابات في ايه صندوق الانتخابات في ايه هو انا في الشورى مش حال جاء الى صندوق الانتخابات ايوة في الشورى مش في الديمقراطية بقول بمعنى الخليفة لما بيختار عندنا بيقول من انتخابوا ازاي احنا تناولنا هذا الموضوع لا لا، أصلي في نقطة هناك ناس عندها حساسية كده أو ما تقول ان صندوق الانتخابات שکفررㅠㅠ! واللي حطت السندوق واللي حطت الورقة واللي عمل بالبصمة ني استنى 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 هو صندوق الانتخابات دا يعبر عن ايه؟ مش بيعبر عن اختيارنا طب زمن كان ازاي في صقيفة الضعدة ابو بكر الصديق ابسط يدك أنا النهارده الشعب المصري كله شيكون ييبسط يدوب الي الحاكم عشان يختاره لا في BrookMan يعلم ويقوم بهذا في الصندوق بس فاحنا اخترنا ريسنا انتخاب شرعي والناس كلها كتطلعت وقفت فاكر طوابير والله احب يخصب اللي بقى طابول كينو ناس وقفينه وستات ورجالة في حز الشمس عشان يختاره تيجي انت مجرم يا خاين بأسلحتنا وتروح واخد الرئيس بتاعنا وسجنه وتقول لي خلاص مدته خلصت فين مدته هو قضى مدته هو الرئيس مرسي حكم حكمنا سنة واحدة يعني دكتور ما فهمته من حضرتك انه احنا طالما باقي الرئيس مرسي حيا فهو الرئيس الشرعي البلاد اذا عسكر الصليب قتلوه في ظل تخاذننا نحن كمسلمين وسنسأل عن ذلك امام الله سبحانه وتعالى عن خزلالنا لاخواننا الاسراء والاسيرات في السبوة عسكر الصليب لعدم تحنالهم في هذه الحالة يرد الامر للشعب المسلم والنصارى في هذه الحالة والعلمانين ليس من حقهم الاشتراك في اختار الحكم المسلم انت حر يا اخو ياختار زي ما تقول لا اعتراض لا انت تقول رأيك اه وتفضل دي السندوق اه اقول انا مش عايز مرسي زي ما انت عملت واخترت الشفية اللي بسموا نفسهم التوافق بيقولوا ان لابد ند النصارى والعلمين حق الفيتو على الاغلبية المسلمة طب اديها بقى في اي بلد وقول لي مين بينجح قول لي بقى في الكرة الارضية بقول في الكرة الارضية واعسن دولة بتقول ديمقراطية هاتلي بقى الحاكم نجح ده جورج بوش نجح بايه ده جورج بوش كان نجح زي اه 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 اعني طيب طب هات بقى البقى يقول لك لا انا معترض ها يبقى ما فيش بقى خلاص ما فيش يا مولانا كانت يا مولانا انا بكلمهم بدينهم بعقيداتهم اللي بيسموها الديمقراطية بتاعتهم الديمقراطية بتاعتكم ما لعدهمهم اسلام والديمقراطية اه ما فيش هم بص ولن ترضى عنك اليهود ولا نصر عشان كده ما تروح لهمش مش هيرضوا عنك حتى تتبع ملتهم وتبقى جزمة في رجليهم وضحت فضلت الشيخ واجد غنيم وجزاك الله خيرا ويعني الخلاصة ما فهمتم من حديث فضلت الشيخ واجد غنيم هو ان شعب المصر المسلم في رقبته باعة لحاكمه الشرع المسلم محمد مرسي بغض النظر عن كان انتخبوا املاه اما قد اتضاهوا المسلمون فقد صار امامهم وحاكمهم لا يجوز الخروج عليه ولا اسقاط البيعة من نقه ومن فعل ذلك فهو خائم ومن يتطفق مع الامريكان او اليهود او النصارى او ما يسمونه طلب طفن المجتمع الدولي لاسقاط حاكم المسلم او لاتيان حاكم اخر يعني يرتضيه اليهود والنصارى والامريكان وعملاءهم رغما عن الاغلبية المسلمة او الاغلبية المسلمة لا يسمح لها بان تختار حاكمها فهذا اجرام ونفاق وخيانة هذا يعني مفهمت صحة ضد الشيخ بالضبط وهو ما عليش اكمل حتة صغيرة هو انت لما امريكا واوروبا والعالم الغربي اللي انت بتقول عليه حيوافق على انك تيجي اسس الاسس الموافقة دي ايه ان انا عميه يعني هما ردوا عنك ليه او جايبينك ليه عشان تطبق الشريعة الاسلامية امريكا جايبك عشان تطبق الشريعة الاسلامية وتحكم بالعدل وتقيم الحق في مصر امريكا جايبك عشان كده وربا جايبينك عشان كده امي مطحي بمسلم تختارني الرئيسا اشكرك وشكرا فاضل الله كمان اشكركم ايضا مشاهدين على حسن المتابعة وانتظرون حلقة للمقبلة باذن الله ان شاء الله سنخصصها لذكريات الشيخ وجد غنيم مع الاسد المجاهد المسلم الشيخ حزم صلاح اب اسماعيل ونعرف جوانب اخرى من شخصيات هذا المجاهد ولماذا كان هو والشيخ وجدي وربما دكتور محمود شعبان وكان عدد داخل حسانو البخاري كانت حربي كان هناك سلها كذا يغردون خارج السر فانتظرنا مشاهدنا الحلقة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الوعي الاسلامي تتناول الاحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الاعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات فتابعوها